السلام عليكم ازيك يا شباب عاملين اي رب القنو بخير معنا النهاردة استعراض جهاز التكنو كامون 30 4G ونخلي بالنا ان في نسخة 5G من الجهاز بتختلف في بعض المواصفات لكن النهاردة هنستعرض مع بعض نسخة 4G الجهاز اللي بيجي بسعر مناسب جدا ومواصفات ممتازة ومن اكتر الشركات اللي بتقدم قيمة مقابل السعر هي شركة تكنو زي ما احنا عارفين ان شركة تكنو شركة صينية لكن بتركز شغلها كله واعمالها كلها في جنوب شرق اسيا وجنوب افريقيا الدول الافريقية وامريكا اللتنية زي البرازيل وغيرها من الدول دي للناس برضو اللي سألتني عن شركة تكنو فخلينا في الفيديو ده نسلط الضوء على جهاز التكنو كامون 30 برو نسخة 4G لكن في البداية طبعا قبل ما نبدأ مستش تدعيم نشترك في القناة وليك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة من غداية اخير خلينا نبدأ ونشوف مواصفات الجهاز نبدأ مع بعض باستعراض محتوىات سندوق الجهاز زي ما احنا عارفين الجهاز بيجي معها سماعة بلوتوس نفس الاصدارات اللي فاتت ونفس النسخة البرو اللي استعرضتها في فيديو الامس وعلبة الجهاز بيجي فيها طبعا مجموعة كبيرة من الاكسسوارات زي شاحن بقوة 70 واط وكابل الشحن وكارت الضمان وربوس الشريحة وكتابات التعليمات وكافر شفاف وعندنا كمان اسكرين حماية بتيجي اضافة مع الجهاز نجي بعد كده لاستعراض المواصفات الرئاسية للجهاز الجهاز بيجي بوزن 190 جرام وبسمك 7.7 ملة ظهر الجهاز بيجي من السيليكون بوليمر او اللي هو الجلد الصناعي وعندنا من الامام الشاشة الاموليد اللي بتيجي بمقاس 6.78 من 100 بوصة بتردد 120 هرتز فولتش دي بلس بقى بعد 29 كسافة بيكسلات 393 بيكسل في كل بوصة استحزى عن نسبة 90% من وجهة الجهاز الامامية شاشة ممتازة زواء الرؤية والتشبع الالوان ممتازين شاشة مسطحة اطارات متنسقة من جميع الجهات بيجيب اندوريد 14 وجهة هاي او اس 14 ومعالج ميديا تيك هليو جي 99 ألتيمت نسخة محسنة من معالج الهيليو جي 99 معالج بتردد 2.2 جيجا هرتز معالج مناسب جدا في الفئة السعرية اللي الجهاز موجود فيها ودايما هسيب لكم اسعار الاجهزة في نهاية الفيديو فحاول تكمل الفيديو للنهاية عشان تعرف سعر الجهاز المعالج مناسب جدا زي ما قلت في هذه الفئة السعرية ومناسب جدا لمحبين الالعاب طبعا في الفئة السعرية اللي الجهاز موجود فيها الجهاز بيجيب نسختين من الرام والتخزين مع 26 و50 وإمكانية زيادة حجم الرام افتراضيا والجهاز بيدعم شريحتين 4G ودعمل تركيب كارت زاكرة خارجي في منفذ مستقل يعني تقدر تستخدم شريحتين 4G وكارت زاكرة في نفس الوقت بالنسبة لكاميرات الجهاز الجهاز بيجيب كاميرا خلفية بعدستين الأساسية 50 ميجا بيكسل وفتح العدس 1.9 وبتدعم OIS كاميرا التانية 2 ميجا بيكسل دي خاصة بالديبس كاميرا بتصوير فيديوهات 1080 ب30 إطار كاميرا السيل في 50 ميجا بيكسل وبتصوير فيديوهات 1080 ب30 إطار وبتدعم دول فلاش أمامي جهاز بيجيب سماعتين استيريو ودعم المنفس 3.5 ميلي الخاصة بسماعات الأزن Wi-Fi 5 بلوتوس 5.2 GPS مزدوج دعم الخاصية NFC ودعم الإنفرابورد للتحكم في الأجهزة المنزلة من خلال أشعة IR ودعم للراديو FM بصمة الجهاز مدمقة في الشاشة من نوع أوبتيكال سرعة ممتازة ودعم المنزل يتعرف على الواقع باستخدام الكاميرا الأمامية بطارية الجهاز 5000 ميلي أمبير بترعم الشحن السريع 70 واط سعر الجهاز نسخة 8 مع 256 210 دولار نسخة 12 مع 256 250 دولار طبعا دي الأسعار في أفريقيا وبالأخص في دولة نيجيريا لكن لما يتم طرح الجهاز عندنا بشكل رسمي لو نزل بها هذه الأسعار تبقى مواصفات ممتازة جدا مقارنة بالسعر فيعتبر تسعير الجهاز ممتاز ده كان استعراض سريع لجهاز تيكنو كامون 30 برو 4G أتمنى فلنها ربك و الفيديو عجبكم لو عندك أي سؤال سوف خذت التعليقات في النهاية ستشترك في القناة وليك للفيديو شوفك على خير الفيديو الجاي سلام شكرا